السلام عليكم و رحمة الله و مرحبا بكم معي في قناتي و قناتكم و مرحبا بكم في قناة الشاف نزهار جديد معنا الحمد لله جبتكم على الله الكسكسول بالدي في القدرة ديال الطين و غضي تتبعوا معي و تتبعوا معي الفيديو من البداية للنهاية و غضي تلقوا النتيجة ان شاء الله و الى اعجبكم الفيديو مدنسا و نيش من اللايك و الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله سوف نبدأوا على بركة الله بالنسبة للكسكسول في القدرة ديال الطين سوف نقوم بالحمة الراس سوف نقوم بالحمة ديال الراس كيف ما شفتم معي كنديروا حطريف ديال الشحمة الغلمي اللي كيبغيها تطلق البنة في الكسكسول حيث يجي الكسكسول ديالها ملبي و زوين هذا كيبقى الخطيار ديالكم بالنسبة للحمة الراس هنا عندي نصف كيلو زايد عليه شوية قول كيلو اللارد المهم كل واحد يدير علاقة جهده هذا كيبقى الخطيار ديال العجل الحمص زلافات الحمص الكسكس انتما كما شفتم معي الكسكس ديال والدينا و جدودنا وتبارك الله البركة والطياب دياله كي يجي من عودكم شعلي بالده كي يجي و حد جوج دروس ديال التومة محكوكي هذه طومات سوريس ما طيشة صغيرة كنخليها صحيحة حتى تطيبنا الخضراء و يطيب الطياب كامل القدرات طيب مزيان كنخلي واحد عشر دقيق و كنديروها باش كنزوق بها الكسي عادينا كنخلي كنخلي قصبور و معدنوس مقطع و لكن هذا الكسكس هو الطعام البلدي هذا سيكون عندي الطعام مفتول على يد و مخلط بشوية طعم الحمامر و طيب زيت العود و طيب الحمار راس و طيب فوق القدرة و يعني سوف يطيب طيب القصبور و معدنوس مقطعين فشغة تسقط الكسعة سوف يتباركو معي فشغة تسقط الكسكسو و نجح المطيشات من قصرين و معدنوس مقطعين رقيوقين او لا نحكوهم ينحكوهم و نقطعهم رقيوقين هذا نجحوهم في الطيب مع اللحم و باش يتضيقوا النار و يلبلونا المرقة و يتجيل دوني بالنسبة لنا لدينا احضر الفلفل نغسلوها و نقطعها على 4 هذه بالنسبة لأخوات أي كسكسو رميها في الكسكسو اشتركوا في القناة نضحي بأطلال الحمراء نضحي بأطلال البيضاء نضع الإعطار سأضغط القدرة بسم الله وقيم الحمى الرغم بالتعب بسم الله الله اصلي واسلم على سيدنا محمد الحبيب ومنساوش من اصلي على رسول الله الذكار الله كيف اتصالحها على كل فيديو لكذا البركة تتحضر لي وليكم بسم الله الله اصلي واسلم على سيدنا محمد الحبيب نضع الاتصال ثماء مختلفة نضع اطلع ثماء 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 ملعب ثماء ثماء نخطي القصبور قمت بتغليل قدرة و رموها و فصة الغلية لا تقشرناها و نققناها و قطعناها طريفات أولا و قلت لك نحكوها من الحكاكة قمت بتغليل قدرة تجيب لك المريقة الديدة و زوينة جربوها الطريقة للأخوات و ستشوفوا معي ستشوفوا كيف يجيكم الكسكسون بالنسبة للبزار مع القاة صغيرة ستشوفوا بالنسبة لكم بالنسبة لكم ستشوفوا بالنسبة للبزار اكثر كل لكم سكين شبير مع القاة صغيرة الملون واحد شوية ملون ما غاديش نكتر بزاف شوية وصافي أنا ما كان بغيش لحسب الدرق الي وصافي كي بغيش شوية اللي كتب كون ملون الملحة على حسب الملحة على حسب البقر الملحة يعرفها لعبت القيص الملحة و هذا ما نجد من قب الزويت تضيف البلدية لا نزيد زيت لوسير تضيف زيتون و هذا ما نجد من قبل البطا سوف تحرك المغرفة لم تقوم بقيدها سوف تدخلطها ولكن لم تقوم بقيدها سوف تقوم بقيدها سوف تقوم بقيدها سوف نضيف النافخ نضيف البطاة و بعد تغليل القدرة سوف نضيف النافخ و بعد تغليل القدرة سوف نضيف النافخ بالنسبة للنافخ خاصة النافخ لا يوجد المنظر ولكن أضيف البطاة سوف نضيفها لذلك سوف نضيف النافخ و لا أزال النافخ سوف نشارك معكم و أنتبارك الله عليكم و أريكم كثيرا و أردعي معكم و مع جميع المسلمين الذين لا تريدون مريض والذين لا يرزقهم له والذين يصلحهم له وهذا ما نطلبه الخير لنا والوليداتنا واليكم والوليداتكم والجامعة العمد موليه محمد هذه القدرة يبدأت تغلي سوف نرى معي هذه القدرة هذه القدرة مقومة سوف نغطي الكسكاس والطويجن أنا غالبة لما كان لديها في الطوال حتى الطاجيب القنارية سوف نقوم بالطين سوف نرى معي سوف نرى معي سوف نغطي الكسكس ونقوم بسيطة المرقة سوف نرى معي نظر المرقة بالنسبة للخضرة دير البطاطا لحسب الوليدات الصغر القرعة الحمراء القرعة الخضراء وخيزه واللفتور مكوور كان هناك طرف القرعة سوف نغطي لونه فنجد هذه الأشياء ونجد الكسكس كيف سوف يجدح ونقوم بالطرف ونظر بالقرع ونقوم بالطرف انظر لها في الغليجن لان تغلي منذ قطي والطيال لان قد نقوم بالرغذاств لتجدك الخضراء لتجد الكسكس لا تشبعوا منه وانسيتم اعطيتكم ماء وحتى جس من قدمكم سوف نقوم بتقليل قليلا لا تشاركتوش معاكم انا سأعطي معكم خطوة بخطوة وبدأوا معايا الفيديو وكملوه وديروا على طريقة الكسكسو وقالوا لي كيفاش غادي يجيكم وعارفكم جا خايب كتبوا لي في الكومنتر جازوين كتبوا لي في الكومنتر الله يسعر عليكم هذا نهات الجمعة بالنسبة لكسكسو القياس اللي غادي يديروا كل واحد يدير على الشهر على حسب العائلة اللي عنده واصر اللي عنده ندر للقياس اللي غادي قدنا نحنا القياس اللي غادي قدنا اينا الكسرية لا يبدو كل قصعت الكبار بالنسبة لكسكسو هذا فاتلة علي يديروا مخبعة ما زال نشارك معاكم فتيل ديا الكسكسو ان شاء الله ينفز كان وسلوه كيتسغسل بالماء ويتصفه نسخة بشرب قليلا على خاطره ونضيف الملحة ونضر الزيت المائدة نضيف المائدة وعندما ترى القدرة مرقتها وعندما تغلقها وعندما تغلقها سوف نقصها النار وعندما تجعل الحمي الزبدة وخضراته لا تخطفها القدرة ايضا وعندما تتفاوغي مع العواد والفاخر لا تتفاوغي مع البوطن وعندما تجعله قمت بتغلقه وعندما تغلقه وعندما تضيفه وعندما تغلقه وعندما تزيل المنزل وعندما تجعله وعندما تجعله اضافاته ثم تقليقه هل تأتي بها يمكنك أن تفاوغي معها فهو تستطيعه لأنه يوجد تقليقه تقليقه تباوزها كيف تباوزها تباوزها لنشاهدها تباوزها الزيت قدرت القدرة النغلات نضيفها في الكسكاس سوف نضيف زيت العود لا نضيفها بسم الله على بركة الله هذا المفتول لدي العلية نضيفها سميدة لتزرع 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 شريت الزرع وطحنته وغربلته وحيت من ذك السميدة وبها في تلت الطعام كي يجيزوين هائل سوف نضيفها سوف نضيفها بسم الله على بركة الله سوف نضيفها سوف نضيفها ونضيفها سوف نضيفها أولا سوف نضيفها ونضيفها ونضيفها لنضيفها سيجنون برضة قوتي تنمي거나 بلسطيكا و سيميلوز نسبة لذلك لذلكiche من البلدين يمكننا الاقتصادة الاقتصادة وعادة الحدث معه و هيكرة كمية حقوقك درستر حتى ترستغرر و هيكرة سوف نجد القفل ونشاركه معكم يوجد طرف الخيط لا يوجد طرف الخيط لا يوجد طرف الخيط نجد طرف الخيط سوف نقوم بحل بغرير هذا هو القفل القدرة سوف نقوم بحل سوف نقوم بحل بحل سوف نقوم بحل بغرير سوف نقوم بحل بغرير فقد سوف نقوم بحل تخرج الوفاء و نقوم بحل الاثمين سوف نقوم بحل بحل قمت باستخدام البخار تقوم باستخدام البخار سوف تسلم بالكسكس سأعطي الله كمشورة انظروا الوقت لدينا نظر اضافة رمزة اضافة من خلال يجب الضوء وظيفة أضافة جميع حافظوا عليها من البلاد سوف نقضي وشغل نحن نقولها نستطيع المزيد من القفل نبدأ القفل نضيف قفل نضيف القفل يجب أن تصمم على الجنب يجب أن يخرج يجب أن يخرج السنوفان أو الألمية يجب أن نقلعها يجب أن نقلعها يجب أن نقلعها يجب أن نحافظها في الطبق وكذلك قمت بها يجب أن نقلعها يجب أن نقلعها وإذا قمت بإيقاؤها مثلًا محمد الحبيب يجب أن نقلعها أضع السمن أضع السمن سوف نعود أضف قليلا لأنه يريد السمن وزيت البلدية راحة الطين معاريح الخضراء معاريح الطيابة أضع السمن سوف نضع السمن أضع السمن حتى نضع السمن نغيير كم جمعة أجل ذلك فلنضم أشجل ثم تبا وضع الأجل يجعل أن تبعد كامل ثم تبعد سوف نقوم بتغليل القدرة سوف نقوم بتغليل القدرة سوف نقوم بتغليل القدرة سوف نقوم بتغليل القدرة اضافة تطريفة الحم طيبة يجب ان تقوم بسرعة تطريفة الحم طيبة المصلي المسلم على سيدرا مفيد الحبيب سمعوا القدرة مازالة كاتغلي سمعتوها سمعت مزالة ابقه المزالة وظيرت الاخضة خضرة طائبة يجب أن تغلي يجب أن تكون ملعقة جيدة يجب أن نزل طائماً يجب أن نزل وهذا ما كان يجب أن تأتي من البيض يجب أن يأتي طيام مختلف على الكوكوت وعلى ديار البرماء وعلى سبحان الله العظيم وهذه القرعة الحمار يجب أن نزل طيام يجب أن نزل طيام وشهية طيبة نضع الصويرة وصلت عنه وتبارك الله عليكم وشهية طيبة وإلى أجبكم الفيديو لا تنسوا من التعليق ونفتح مع أصدقائكم وعلى أصدقائكم وصلكم جديد نزيد المحتوى بالنسبة للقدرة الطين والكسعى الحمد لله وكسكس جلدي وما شاهدكم وما شاهدون المشاهدين تبارك الله تجيب الخضراء من البيور مريقة تبارك الله وزوينا وما زال إن شاء الله نزيد لكم تصورات من هذا القدرة الطين وإذا أعجبكم الفيديو كتبوا لي في التعليق وكتبوا لي لكم الفيديو وإذا كان شي طالبات أنا عند الإشارات وعند طالبات إذا كان شي طالبات كتبوا لي في التعليق ونلبيهم لكم إن شاء الله وتبارك الله عليكم